بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الحضور لزيارة هذه الروضات التي ضمت البذور والذين يخلدهم التاريخ مدى الأزمان والعصور حقاً لهم أن يخرجوا من القبور إلى القصور مرافقين للحور قالوا قديماً ونقول نحن أيضاً أن الحرية شجرة لا تروى إلا بدماء الأبطال لا بماء الزلال هذه الحرية لا يعرفها إلا من سلك درب الحرية وسلك طريق الغرب والامتحان طريق الأنبياء طريق الأوصياء الأئمة عليهم السلام الصالحون وكل من سلك هذا الدرب يحضى بإحدى الحسنيين بل ربما يدرك الإثنتين النصر أو الشهادة أهنئك يا أبني أيها البطل البطل الميداني يا شهيدنا الغالي علي بن جواد الشيخ أهنئك وجئنا معك هذه الأمسية لنجدد عهد ميلادك ولا زال ميلادك وتجديد ذكرك لا ينفك عن الألسن ألسنة الأحرار لأنك منهم وأنت التي أرقت دمك في سبيلهم وفي سبيل الدين والعقيدة والشرف والعزة والحرية والإباء أنت خالد مخلد سواء أتينا روضتك أم لم نأتي أتيناك هنا لا لهج أن نقرأ الفاتحة فأنت لست بحاجة إلى فاتحة ولا إلى قراءة قرآن قد أنت صغير بعد لم تبلغ التكليف ومع ذلك أنت ذهبت إلى ربك أملس لا تبعت عليك أهنيك يا أبني وأهني أم الشهيد وأهني أب الشهيد وأهني عائل الشهداء وأهني آباء وأمهات الشهداء بهذا المحظر وبهذا المكان الطاهر من اجتماعهم في هذه الروضة المباركة التي ربما طلبتون الإخوان أن يجعلوا لها بابا يسمى بمقبرة الشهداء أو رياض الشهداء ها ابني أنت معنا لست فقط ذكرى وإنما أنت بعثت الأمل وزرعت الأمل وانتفضت من أجلك الثورة واستمرت ولا زالت تستمر إلى أن يحقق الله لهذا الشعب المظلوم المسلوب حقوقه يحقق له النصر واسترجاع الحقوق ولا تعتقد يا ابني أن دمك الذي أرقته ونفتك الطائرة التي قدمتها فداعا للوطن ليس هدرا وإنما هي محفوظة في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة وهني أك يا ابني وأخبرك بأن قطرة من أمك السكول عندما تسقطها على الأرض تساوي ما نقوم به نحن من مواصلات في هذا الدرب ومن أبيك المجروح عليك لو سقطت منه دمعا تساوي كل ما يأتي به إن ما نأتي به من تضحيات ومن بذ وكذلك الدم الطاهر الذي لم يجف ولن يجف وسيأتي اليوم الذي تقر عيوننا وعيون جميع عوائل الشهداء وأنا أعبر عنهم بأولياء الدم ويمكن أن أقول ليس آباء الشهداء هم أولياء الدم وإنما الشعب المناظل المواصل الذي لا يرضى بالدل والعار هو أيضا نحن كلنا أولياء الدم نحن كلنا الشهداء أولادنا وأحسادنا نعيش معهم ليل نهار أهنيك يا بني بأذه الرقدة نم نومة نومة العروس وسوف إن شاء الله يصل اليوم الذي يختص من قاتلك ليس في الآخرة وإنما في الدنيا سنقتص من هؤلاء القتلة عاجلا أو آجلا آباء أو أبناء أو أحفاد لا بد من ميزان العدل أن ينصب وأن يرجع لكل ذي حق حقه سلام عليك يا بني يوم أولدت بمثلي هذا اليوم ويوم استشت في عيد الفطر الذي هو عيد المسلمين وكذلك تبعث حيا يافعا سعيدا من قبرك إلى قصره فأهنيك وأهني والدتك وأهني أباك وأهني آباء الشهداء وأمات الشهداء بأذى المنصب وبأذى الفخ الذين رفعوا هاماتهم ورفعوا هامات الشعب كلهم معلنين الحرية ومعلنين العزة جميعا قائلين بصوت حسيني هيحات من الزلة هيحات من الزلة هيحات من الزلة هيحات من الزلة اشتركوا في القناة